أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أب القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا اليوم أيضا هو في سلسلة الأقوال والأمثال الخاطئة التي قد تؤثر في حياة الناس مع عدم الالتفات إلى خطأ منشئها من الأقوال الخاطئة التي قد توجد عند بعض الناس أنهم يقولون أنا إنسان صريح ما أجامل ولا أنا أثق اللي بقلبي على طرف الثاني طبعا هو عندما يقول هذا الكلام يقوله في مقام الافتخار ويرى أن هذه الصفة الصراحة الشجاعة القول في الوجه مو وراء أنا ما أقول كلام وراه قدامه هذه يعتبرها صراحة شجاعة قوة ميزة سوف يتبين أن الأمر ليس كذلك وأن هذه ليست من الصفات المحمودة ولا أن طريقة الحياة هذه طريقة سليمة بحسب ما نستفيده من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله ومن أحاديث المعصومين عليهم السلام جميعا سوف يتبين أن صاحب هذه الممارسة وصاحب هذه الفكرة في اشتباه يمارس الاشتباه عمليا ولم يلتفت إلى الموقف السليم الذي تفرضه علينا آيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا محمد أولا لابد أن نشير إلى أن من يقول هذا الكلام ليس صادقا على الإطلاق بمعنى عندما تسمع شخصا يقول لك أنا صريح اللي بقلبي على طرف الثاني ما أجامل يقول له طيب أنت أمام الجبار الفلاني تقدر تقول هالكلام أمام الرئيس مال دولتك لنفترض لا مرئيس الدولة أمام رب العمل مالك اللي بيده الشهرية مالتك ويقدر يفصلك باتر تقدر تقول نفس هالكلام اللي في قلبك قدامه الغالب لا قدرت تقول اللي في قلبك أمام رب العمل تقدر تقول هذا اللي في قلبك تماما أمام رأس السلطة السياسية في بلدك غالباً لا يقول بالصراحة طيب إذا كان هذه الصفة صفة ممتازة وطيبة لماذا فقط قدام زوجتك تقولها لماذا فقط قدام أخيك لماذا قدام اللي أصغر منك وأقل من عندك لماذا قدام جارك إذا شيء زين لازم أنت تقول قدام أي واحد ولا تبالي ولا تخاف لأنك إنسان صريح وما تجامل ولا تنافق حسب تعبير بعضهم تشجاع فإذا كنت شجاعاً ما لازم تكون فقط شجاع على الضعفاء ما لازم تكون قادر على من هو في مستواك فقط ومن هو دون مستواك في القوة الشجاع لازم يكون شجاع على الجميع اللي ما يجامل لازم ما يجامل الجميع بس إش معنى وقت اللي صار ذاك الصوب القوي لا صار اللي في قلبك يبقى في قلبك أما إذا كان الأمر مع أخيك الضعيف لا صارت اللي في قلبك على طرف لسانك مع زوجتك مع ابنك مع قريبك مع جارك لأن هذول ضعفاء فأولاً من يقول هذا الكلام ينبغي أن يفهم أنه ليس كلامه دقيقاً بالكامل يقول أنا ما أجامل اللي بقلبي على طرف لساني لازم يخلي ليها ذيل إذا كان أضعف مني أما إذا أقوى مني وأخشى من عقوبته لا أقول وعادة أكثر من يقول هذا الكلام هو يتحفظ يتقي يسكت أمام القوي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا بد من التفريق بين المواقف المبدئية التي ترتبط بالدين والعقيدة وما شابه ذلك وبين المعاملة الاجتماعية مع الناس أنا في المواقف الدينية لازم أكون مبدئي شيء منكر ما أسوي كذب ما شابه ذلك إنحراف في الكلام ما ينبغي أن يصدر مني هذا كلام صحيح على الجميع لكن هناك فرق بين هذا وبينما عبرت عنه الروايات والأحاديث بمدارات الناس وجعلته في بعض الأحاديث رأس العقل في بعضها نصف العقل في بعضها رأس الإيمان وفي بعضها أن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما أمر بعد إقامة الفرائض إلا بمدارات الناس يعني كأنما الدين انقسم قسمين قسم إقامة الفرائض صلاة صوم حج زكاة والقسم الثاني ماذا؟ مدارات الناس مدارات الناس تخالف هذا الكلام الذي يقوله الإنسان في كثير من الأحيان تخالف القول أنا ما أجامل وأنا ما أبالي بأحد ولي على في قلبي على طرف الثاني لا كثير من الأحيان مدارات الناس لا تقتضي هذا وإنما تقتضي وقولوا للناس حسنا فأكو إذن فرق بين الموقف المبدئي للإنسان وبين طريقة التعبير عنه حتى الإنسان لو كان عند موقف مبدئي من انحراف فلان هذا أيضا خاضع لمجموعة من المحددات في بعض الأماكن خاضع للتقية في بعض الأحيان خاضع لحساب الضرر والمنفعة النتائج اللي رح تحصل إذا كانت أقل من الأضرار الأثمان اللي رح تدفع أقل من المكاسب الإنسان العاقلي يترك هذا أنا فلان من الناس تكلمت معه كما يقال بكل اللي في قلبي عليه أنا عاقل له مو عاقل أي عاقل يحسب حساب الربح والخسارة يفكر أنه هذا الإنسان أنا بعد ما تكلمت معه بهذه الطريقة بهذه الصراحة هل تأثر تأثراً إيجابياً يعني تغير عما كان عليه من السوء صار أحسن لو لا أنا علاقتي معه صارت أفضل لو انقطعت بالكامل استفاد لو عاند أكثر أي إنسان عاقل لابد أن يفكر في هالأشياء كم الثمن اللي أنا أدفعه وكم السلع اللي أنا آخذه ما هي النتيجة أما واحد يجيه يمشي هالشكل مدرعم حسب التعبير أنا ما أجامل أحد اللي في قلبي على طرف الثاني ما أعرف ألف وأدور هذا حمق في بعض الحالات يكون حمقاً العقل والعاقل يفكر أن أنا كلامي هل هو كلام سديد لو مو سديد في وقته لو مو في وقته بهالأسلوب أحسن لو بذاك الأسلوب أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي شنو التي هي أحسن مو الحسن مو الشيء الحسن مو يقولوا ما هو حسن لأنه تمييز السيء من الحسن طيب ولكن في الحسن أيضاً أكو درجات درجة حسن درجة أكثر حسن درجة الأحسن بعد ما يكون وراه شيء أفضل منه وقل لعبادي القرآن يقول وقل لعبادي يقولوا ماذا يقولوا ذلك الشيء الأحسن أنا أطلب منهم يقولوا التي هي أحسن ليش؟ لماذا أأمرهم يا رسول الله مو فقط يقولون الحسن يقولون التي هي أحسن أفضل لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم هذا العلماء يقولون هذه الجملة جملة تعليلية لماذا؟ يقولوا التي هي أحسن لأنهم لو لم يفعلوا ذلك فإن الشيطان يصنع بينهم معركة زين أنت تريد تصير مطية للشيطان بقولك هذا الصريح الذي تقوله تصير معركة تصير فتنة عائلتين تتخاربوا ليش يا بي؟ لأنه فلان قال هل كلام هذا؟ يقول صارحتهم أنا باللي في داخل قلبي ما خليت شنو خايس ولا خنين اللي طلعته زين غلطان في هذا ويش أنتجت؟ أنتجت عداوة أنتجت بغضاء خليت الشيطان يدخل بين العائلتين ليش؟ لأنه أنت في زعمك كنت صريحا اللي بقلبك على لسانك آخر هذا مو مطلوب منك هذه الأحاديث تعبر عنها الإنسان بأنه أحمق مو هذا التعبير من عندها؟ تعبير من الأحاديث عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لسان العاقل وراء قلبه ولسان وقلب الأحمق ولسان الأحمق أمام قلبه يعني شنو؟ يعني هذا العاقل مخلي اللسان وراء ومخلي قدام عقل يقول زين أقول هالحكاية مو زين مفيد غير مفيد نافع غير نافع فالعقل والقلب بمثابة صمام أمان يأخذ بريك قدام اللسان أما إذا انعكست المسألة صار اللسان قدام والقلب وراء خلاص اللسان ينهد آخر شيء بعدين يمكن يتندم هذا الإنسان شيء في ذاك الوقت خربت كل الشغلة هذا التوجه وهذا التفكير وهذه الرؤية رؤية خاطئة إحنا عندنا من العقائد أكو شيء بعد أكثر من العقائد والفرائض يقول الشرع لنا أنت فيها محكوم بالتقية لسيما على وفق منهج أهل البيت عليهم والسلام التقية معناها شنو؟ التقية هي الحكمة أنا أقدر أقول ما لي شغل أصلي بالشكل اللي يعجبني وأطلع عقائدي بالنحو الذي أريد اللي يريد يريد واللي ما يريد بكيفة طيب طبعا هذا فيه تجويز في بعض الحالات إذا توقف إظهاره الإسلامي على هذا الأمر وأراد الإنسان أن يركب المركب الاستشهادي في هذا الأمر بس هذا لم يلزم به الناس وإنما قال أئمتنا عليهم السلام ديني طريقتي أسلوبي قانون العام للناس ما هو التقية ديني ودين آباي ذاك ممنوع عليه تروح في وسط معادي إلى عقائدك وتعلن عقيدتك كسروني ما يخالف خلي كسروني ما حد يمنعك في ذلك وإن كان بعض العلماء فيما يرتبط بقضية الفرائض أنه لو كان موضوع تقية وصلى على خلاف التقية بعضهم يستشكل فيها باعتبار يقول هذه الصلاة ممأمور بها وهذا بحث في قيلان من نتعرض إليه لكن في الجملة لو أن إنسانا أراد أن يعلن عن عقائده في وسط معادي حتى لو كسروا حتى لو أذوا حتى لو قتلوا طيب ذاك شأنه لكن كمنهج عام وضع للمؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقات التقية ديني ودين آبائي هذا المنهج العام وهو الموافق للحكمة وهو الذي عليه حتى غير أتباع أهل البيت غير أتباع أهل البيت ما عدهم تنظير في موضوع التقية ولكن عدهم تطبيق كثير أقول لك أيام المأمون العباسي اختفى الاتجاه اتجاه الحنابلة بالكامل تقريبا في قضية خلق القرآن وقدم القرآن لأن القرآن مخلوق أو قديم الخليفة العباسي في ذاك الوقت المأمون كان مخالفا للحنابلة فالحنابلة سكتوا يا بنت ما عدكم التقية بحسب التنظير لكن في التطبيق صار موجود انعكست الآية فيما بعد اجي المتوكل العباسي المتوكل العباسي اخذ جانب الحنابلة واخذ يعاقب اعداءهم فمخالفوهم اللي انتعشوا في أيام المأمون العباسي سكتوا ورخوا راسهم بل استدعي بعضهم لكي يقر على خلاف عقيدته فأقروا إلا كان السيف ينتظر زي انتوا اللي ما تشتغلوا بالتقية اش معنى هنا أنا اشتغلت فيها هي حكم العاقل التقية حكم العقل الذي يقتضيه في مثل هذه الموارد أنا علشان أقولها الحكاية أو ذي الحكاية أروح أضحي بنفسي الشرع لا يأمرني بذلك قلت في بعض الموارد إذا توقف إظهاروا الإسلام أو اختار الإنسان نفسه زين صار هذا حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مع عمار اختار هذا الطريق غيره لما أخذوه إلى الأعداء وهددوه بأن يحرك ويغلى في الماء لا قال أنا ما ما أتخلى وبالفعل هالشكل صار والنبي قال تعجل الجنة فيما نقل بالنسبة إلى أصل الدين فيها المجال لكن بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية وما يرتبط بها هذه سالفة أنا صريح واللي في قلب على طرف الثاني لا تبرير لها واضح ليش أولاً قد تقترن هذه بإيذاء مؤمنين قدامي واحد صار حجي فيه موضوع أنا أيضاً أقول أنا ترى اللي في قلبي على الطرف الثاني استلم هذا قد ينطبق عليه عنوان إيذاء هالمسلم هذا إيذاء هالمؤمن هذا أنا كنت صريح ولكن شي نجيني من الحساب على أنك آذيت مؤمناً من المؤمنين طيب قد ينطبق عليه عنوان الغيبة إذا كان هذا الشخص ما موجود وما كان موضع استشارة صار كلام عن فلان قال أنا ما ما أنافق ولا أجامل وهذا سو وهذا فعل وهذا قام وهذا الراح وهذا إلى آخره طيب هذا صارت غيبة إلا في موارد تجوز فيها مثل موارد الاستشارة مثلاً لو طلب من الإنسان لا غير هذه الموارد في المقابل نحن نجد أن هناك محددات لكلام الإنسان ما يقدر يقول الإنسان أنا صريح وما أجامل وأنا شجاع واللي في قلبي أطلع أنت محكوم في كلامك بمحددات أخلاقية شرعية دينية ما تقدر تتكلم بكيفك هذا لسانك يعاقب عليه آفات أنا أسب إنسان أنا صريح وأسب لا إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء الله يبغض هذا الإنسان بالعكس عندنا توجيهات الدينية تقتضي المدارات وقول الأحسن من الكلام تا مو مجبور أن تقول كل اللي في قلبك منو قال لك مجبور أنت على ذلك فليقل خيراً أو ليصمت وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يصنع فتنة على أثر أن إنسانا يقول التي هي أخشا والتي هي أسوأ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أمرني ربي أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض الله يأمر رسوله مثل ما قال له صلي صوم حج زكي أمره أن يداري الناس كأنما الشريعة قسمين أمرين فقط فرائض ومدارات ومدارات في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال رأس العقل بعد الإيمان بالله رأس العقل شنو مدارات الناس في غير ترك حق نعم أنا ما لازم أترك الأمر بالمعروف باعتبار أنه شنو أداري الناس لا أمر بالمعروف لكن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون خاضعا لقانون وقل لعبادي يقول التي هي أحسن خاضع لقانون أن لا تؤذي ذلك الطرف بلسانك أمر بالمعروف إنهى عن المنكر أرشد وجه لكن ضمن ضوابط أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض في حديث آخر له مدارات الناس نصف الإيمان نصف الإيمان مثل ما هو نصف الدين باعتبار أمرني ربي بأمرين نصف الإيمان من الإنسان وفي الأحاديث أن هذا من الرفق مدارات الناس الكلمة الطيبة وهي المؤثرة ترى لا تتصور أن واحد لما يجي يقول لك أنا ما أجامل وأنا أتكلم باللي في قلبي يعني ذاك الطرف بيتأثر قد يتأثر سلبا لا يتأثر إيجابا ما في واحد تسبه ويطيعك ما في واحد تشتمه ويستجيب لك إلا ما من شذ وندى العادة الكلمة الطيبة هي التي تؤثر في الناس الخلق الحسن اللسان الطيب الرفق في الأمور هو الذي يؤثر أما ذاك الجانب إنما يصنع عداوات نزغ للشيطان تقطيع العلاقات يصنع مشاكل ويجدد مشاكل كم مشكلة نشأت على أثر كلمة وكلمات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرفق يمن والخرق الشؤم الكلمة أحيانا تكون كلمة رفيقة وقد تكون كلمة خرق في الرفق اليمن وفي الخرق الشؤم وما زوي الخير في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام ما زوي الخير عن أهل ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير وبعض البيوت متعودين كلمات طيبة لطيفة مناسبة الصوت هادئ طيب تفاهم هو الأكثر وأكل أسمح الله ولا قدر أخ أهل بيت آخرين لا ذول تجدهم عادة كلماتهم عنيفة شديدة سيئة خرقاء ويتعلم الصغير من الكبير وعي مسؤولية الآباء والأمهات ترى الأطفال إذا شافوا النبرة عالية والكلمات سيئة هم يلقفوها ما تقدر تقول لها بعدين لا تقول هالكلام مو زين هو يخلي في باله زين تليش قلت هذا الكلام لعمي وخالي ولما اتصلت بفلان وإلى أمي ويقول لأمه ولو في داخل القلب ليش أنت قلت هذا الحشي إذا ما كان زين فيتعلم هذا من ذاك ما زوية الرفق عن أهل بيت إلا زوية عنهم الخير فالكلام أيها الأحباب أيها المؤمنات عن أنه أنا اللي في قلبي على طرف الثاني وأنا ما أجامل أحد وأنا ما أحب النفاق وأنا صريح هذا كلام غير صحيح ولا ينبغي أن يسير الإنسان على وفقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق وأن يجنبنا مساوئها إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين